موسيقى ضيفتي بيها اللحظات مزيج من الثورة من الغرام من العشق من العتب من الجنون من الكره من الحب لأبعد الحدود إذا فرحت كبت كل فرحة على الورقة والألم وإذا أعطيت أعطيت كل مفردات الكيان والوجدين على الورقة والألم وإذا اعتلت أي منصب أو أي مقر عالي وكان جمهور أمامها بصوتها الديفة بطريقة إلقاءها نزلت وسكبت كلمات عذبة على أذان الجمهور الحاضر بيسعدنا تكون موجودة مع الشاعرة والكاتبة والإعلمية لوركاس بيتي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بلانش شكرا مع المقدمة اللطيفة وجودك اليوم عزيزة علينا بيوم جديد اليوم حضرتك مثل ما كنا عم نحكي مجموعة كاملة من كل ما يمكن موجود بكل نساء على حدة اليوم جمعتهم أنت كتير حلو كيف تشفييني حبيت صورتي بعيونيك يعني منحاول بلانش أنه هيكي نفيق مجموعة الشعوب أزو بدك لجواتنا لنعبر عن حالنا لنبوح بأسرارنا بأوجاعنا حتى بفرحنا ولنسقط على الآخر كم من هذه المشاعر ونخليك منوي نحرضه على أنه كم من يعبر عن حاله يعني أنت لوركا مش أنت هيدا الشعر أنت عنديك رسالة من وراء وقتها تكتب كأنه منا رسالة هلقدك كتير كبيرة وإنسانية يعني بقول أنا الشعر هو كائن كتير لطيف وبسيط ما عنده هالشغل كتير كبير بالإنسان أنه بدك تقليلي مثلا لوركا الشعر ممكن يخلي الفقير مثلا يشبع لا أو ممكن يخلي الغني يحس بالفقير لا ممكن يحسن حال هيدا الكوكب المدمة لا مش هيدا رسالته ولكن قد يكون على شكل عناق بسيط يعني عناق أو ربطة على كتف أو مدت يد إلى غريق لأنك تقولي أنت بهذه يعني بهذه الهشاشة أو بهذه الشفافية شو عم تحس ليخلي الآخر كمان يبوح آخر شي إذا بتلاحظ بلانش أنه الناس كأنه بحاجة لحنين ها فكرة هنجد كأنه ما أخدت هذا الشعور وبحاجة إله فأنت بتقدر تعطيه ولكن ربما مش بشكل مباشر عبر نص عبر قصيدة بتحكي باللسان لهذا الشخص الأسلوب يلي أنت تبعتي بهذا الشعر وكأنه أسلوب خاص بلوركا كيف تقبلوك الشعار الكبار والمخضر مين بل الزبط إذا بديك نحكي عن ذوهان أربعة ثمانة وأربعين يلا بتسمحي لي أوكي ذوهان أربعة ثمانة وأربعين بيبلش عكل حال من عنوانه غرابته بيبلش كمان من اللوحة تبعيته وإذا منفوت لجويته كمان بيلاقي أنه عبارة عن كتاب شعر ورسوم رسمته ماجدة نصر الدين ماجدة نصر الدين صديقتي كاميرتي هون دخلي بدي وجهها لها تحية وصلت على لبنان بتعيش بالإمارات وصلت على لبنان بارح شاركت معي بالكتاب مش شاركت معي لا الحقيقة كتبني أنا ويها أنا كتبت الكتابة وهي كتبت الرسوم بتتقول للمشاهد شي يعني كتبت الرسوم يعني إذا بتطلعوا باللوحة اللي هي رسمتها بتلاقيوا قصيدة أخرى يعني هي لم تترجم قصائد لوحات هي كتبت قصيدة بلوحاتها فعندنا نوعين من النصوص نص عبارة عن لوحة ونص عبارة عن كلمات طب هيدا الكلمات هي كلمات ممكن أن لقيها بكل شخص هل يا ترى الرسم لا ممكن أن لقيها بكل شخص يعني أصدق ممكن كل شخص يكون عايش هذه التجربة ولا وأنا عم بوح بأس يعني هي واضحة أنا أقرأ بعرف شو هي الحالة بس وقتها أقرأ رسم يمكن ما أعرف حسب أنا نفسيتي كيف بالضبط أيه مظبوط حسب بنعرف الرسومات شوي اللي مش كتير واضحة بتحس أنه تسقط عليك مشاعرك بتفيق لك شعورك إذا كنت مبسوطة إذا زعليني إذا غبيني إذا حس حالك من كسرة فبتفيق هذا الشعور وبتخليه هيك يطوش مثل ما بيقولوا وهي تشغل عكل حال الفن يعني الفن هو علاج ليه لأنه إنتي لما تقولوا عندي بسيكولوج شو شغلتها تنبشتك اللاوعية وتخليك تحكيهم لحطة يثيروا وعي عكل حالك كل صفحة كل صفحة من صفحة هالكتب هي علاج بالضبط ليش ذهان أربعة ثمينة وأربعين العنوان العنوان شوية غريب مايك حقه واستغربوه كتير ناس إذا حطيتي على جوجل ذهان أربعة ثمينة وأربعين رح تلاقي بياخدك جوجل ع مسرحية اسمها ذهان أربعة ثمينة وأربعين لكاتبة مسرح بريطانية اسمها سارة كين واللي أنا هديتها لكتب ليش إلى سارة كين ليه بتقولي اللي شخصتك بسارة كين سارة كين هي كاتبة مسرح بريطانية عيشت بالتسعينات وكتبت نصوص بلانش يعني فيها الكثير من الوضوح ومن الصدق ومن التعري لدرجة أنه كانت كتير شريسة يعني جابت المجتمع حطته على المسرح مثل ما هو شالت كل الأقنعة شالت كل الملابس كل الستائر كل شي ممكن تتخبي وراء أنت الأبواب خلعتها وحطتها قدامك فسارة كين هوجمت وهمشت وقعدوها على جنب من قبل النقاد تعرف النقاد هن اللي بيعلوا هن اللي بيوطوا صح وحطوها على جنب وكانت هي دجا مريض الدهان اللي هو فيصان أو شيزوفريني فمريض الدهان وهوجمت لأن كانت شريسة على المسرح كانت تشير إلى المرض هيك تقول أنت هيك أنتم قتلة أنتم سرقة أنتم مستجرسون يعني كتير واضحة هلأ هلأ دستة هاجمين ولا لا أنا شو جابني ألا لقيت أنه لما قرأت نصوصها لسارة كين لقيت أنه في كتير تقاطع بين هي شو بتكتب كنص مسرحي وبين أنا شو بيكتب كنص شعر ليش أنا شو بيتميز شعري إذا سألت أي حدا بيتميز بالصدق أنا أتكلم عن الحياة بتفاصيلة وبشكل كتير واضح لدرجة في ناس بتقول أنه أنت مرأة يعني أنا عندي أولاد وأكت متزوجة ومرتبطة بمجتمع يعني ما أقول حدا مرتبطة بمجتمع هل أنت بقول الأشي بشكل واضح مش بس بشكل واضح بلغة بلغة يعني أجمالها اللي أنت بتقليه نحن عم نقوله هيك ستات من بعض أو الرجل مع بعض وبيوششو أنت عم تقوليه بلغة فصيحة بإلقاء بشعر مؤدب رغم المشهدية وجرقته لأقلك ليش أنا بلونش بقول طالما أنت بتكذبه ما فيك تكوني منك جريئة يعني الجرقة تترافق مع فكرة أنك أنت شاعر أو كاتبة لأنه إذا ما بديك تقولي الأشياء مثل ما هي عملي شي تاني بديك تقولي الأشياء مثل ما هي بدون تواري بدون تزلف بدون أصلا الكوكب ما أنه بحاجة لأقنع بقى زهقنا من الكذب الكوكب أو نحن صرنا نحن اللي منشكل هيدا الكوكب ما الكوكب بيشكلوه الناس الناس بعمر عم بحكي بعمر معي بعمر بتصير تحسي خلص بتصير تحسي خلص أصلا لما جاء ما في وقت بقى لتتخبه أو لتتواري يعني خلف حالي بديك تقولي الأشياء مثل ما هي عفكرة وأنا من خلال تجربة اكتشفت أنه الناس بتحب الصدق بتتفاجأ أنه أنا لما أقول شغلة فكرة بتفاجأوا الناس بس بحبوا بعد حين يعني بتعودوا يعني حبل الغسيل يعني شو ما أقول شغر يكتب على حبل الغسيل ما زلت قصير تحبل الغسيل دايما بكلبوها الناس يا لأ شو واللي أنا بريك تسمعي أكيد واللي دايما أنا بقول أنه هذه تحدث مع كل المتزوجين والمتزوجات بقولوا مين أزل المتزوجين أنه أنه مش رحينا عم تخوتي عغرفة النوم تبقيتهم عتخذ فبقول فيها ممدد على السرير ممدد على السرير يرتضب طالا وقميصا يغلق أزراره جميعها ويدير لها ظهره وهي على السرير ذاته مرتدية سميكة ثيابها وتدير له ظهرها في الحديقة الشمس مشرقة وعلى حبل الغسيل فستانها الشفاف وقميصه المفتوح يتعانقان فعن مثل هاي بتذكر كل حدنا عم يسمعه بتذكر بقصته أنه أي متزوج عيش للأبد مع الشريك تبقوله وأنا عدد فكرة الأبد طبعا أنا بعمل يعني بجزم بهذا الموضوع علنا فبتصير معهن هيد الحدث أنه كل حدنا دير ظهره للتاني كل حدنا عنده عيش بهواشته كل حدنا جعبه له على فكرة الراضي التاني أواد بس ما بيراضيه فالحديقة هي لوش الآخر لأ شو عم بصير واش المشمس والعاري يعني حلو بهالقصيدة أنه بتصلطت الضو أعملت صورة عشارية حلوة أعملت مقاربة جميلة جدا ولي عايش الحالة والمشكلة انتبه لك إن مش أشعة فممكن يصحح هالخطأ هالواطل التقن بهالسرير من وراء قصيدة برافو عليك أو بصحح أو إذا ما بيتصحح يقعد بالحديقة ما ضرور يقعد بهذا المترح هالزون إيه أنه يفتح الباب ويطهر خلصنا ذهان إذن هي أنت بس كنت قبل نسينا فكرة كنا عم نحكي عن سارة كين لننهيها فأمت أنا حسيت أنه سارة كين لازم يرجع لحقها اللي النقاد سلبوها هي برغب أن هي أنه هي على فكرة عمر 28 انتحرت يعني الذهان بأدير انتحار بطريقة ما انتحرت شنقت حالة بشريط إحذاء ومن بعد ما انتحرت إعادوا قراءتها بطريقة عادلة أوكي قعدت منيحة هي كلك منيحة أوكي ما قلني لي كسرت كل القيود أنا وحب كون مرخية لا لا كوني بأعلى روحتك فرجعوا من بعد ما امتحرت انتبهولة شو عملوا كانوا هن الجزء من دفشة ما أنت بتكون يوقفي على الحفة ففي حدا يا بشيلك وبيحضنك يا بيدفشيك عني كانوا عم يدفشوها رجعوا هادوا قراءتها وعطوها حقا وأنا كشاعرة وكل الشعراء بطريقة ما بيربطهم شي بالحياة على فكرة كلهم فأنا قلت لا بدي كتبت قصيدي اسمها دهان أرواية من قربين عاسم مصر حيتها وهديتها الكتاب وإنما داخلها الكتابة القصائد هي لوركا طب ليه أنا بده أقرأ لوركا ليه بده أقرأ لوركا ليه بده أقرأ لوركا أنا ولا جارسيا الإسباني لا لوركا الشاعرة ليه بده أقرأ يعني أنا شو حق يعني مثل كأنك عم تقرأ السير الذاتية أنا شو قلبي هالشعر لأن كل الناس عندهم نفس الحياة نحن نعيش ذات الحيوات بالجماع طالما نولد بنفس الطريقة ونموت بنفس نتحلل نتحلل أو لنعرف ما هو الآتي يعني المجهول الحياة بين الموت الحياة بين الموت بين الولادي والموت هي وحدة بنعيش نفس التجربة بس أنا بس بقيك أنت بتلحقيني أنت يعني تتخبين أنا بكونوا أوضح بس نحن نفس نفس الشيء يعني اليوم القارئ من يكلم ما أنا أقول شغلة بتقليلي أنا سيرة معي إزاكتلي لما أكتب أنا ياما مثلا عندي قصيدة لم يخل الرجال ويومما ما خانتني النساء بيوقفوني النساء بقولوني لو أنا واحد منهم هلا بديك تقولي أنا سيرة معي أنا ما عندي مشكل مع فكرة الرجل أنا خانتني المرأة فأنا بكون عن بصر رسالي أنه المرأة حين تتوقف عن إدانة صديقتها المرأة عن إهانة صديقتها المرأة عن الغيري من صديقتها عن كل هول حركات بيعلوا اتنيناتهم جايبتين لنا صور فينا نقول خانتني المرأة مع الصور ولا بدنا نعاولها أقولنا نقولها خلينا نشوف الصور بالأول يلا أوكي خلينا هون لا لازم نعطي كمانا نقدم تحية هذه الصور من معرض الكتاب بالشارقة منذ شهر تقريبا كنت ضيفة هذا المعرض عملت أمسي شارية كانت أمسية جميلة جدا وكمان وقعت دهان أربعة من أربعين ووقعت لو كان هلأ منحكي عنها كمان ما نحكي عنه هذه صورة فيها ماجدة نصر الدين وزاملتنا ريميل زاملتكم ريميل نعم كمان تحية أنت نيتون كان توقيع رائع بلونج وكأوى الناس بالإمارات رائعين الحقيقة لأنه بمجده وبصفقه للمبدعين وبيقدروا كتير هون عم بوقع لو كان بباحة دار كلمات اللي هو دار من الشارقة هون مع شاعر سعودي تعرفت عليه هنيك اسمه حاتم علي وجه وتحية على فكرة حاتم كتب عن ذوان أربعة من أربعين يعني هو وريجا من الإمارات على السعودية بالطيارة كتب هذا النص عنه وبدأيهم يقروا وعنديك على الفيسبوك شو كتب لأنه سعلا لأنه عجلت كتير كتير حمل اللي كتب قبل ما نحكي عن لو كان ونحكي عن لوك لوركا اللي يصدم شو إليلي أنا الناس متقول المفتكر الشاعر هو يا رشي هيدا المفتكر شاعره مرفوز ومش صابغ أنا وعن بحاول هاي سطل أنا لك شو هيدا على فكرة يعني سيف دو حدين بمعنى تروع مهرجين وقتروع على أمسيات بعملوني كموديل حقيقة وما بحب هيدا الفكرة يعني أوكي ما احترامي للموديل إذا هيك كل واحد عنده شغله بالحيات وبيحترموه بس أنه أنا جاي يعني أنه بجاي يقول فكرة ما جاي أعرض أعرض مفات أزياء بس هيك إنه رجعت تتسلاحط أنه بلايه بالعكس حلو بلاعكس أنه نشجع الناس يركزوا على الشكل وعلى المعنى أنه أنا أوكي إذا شكلي ما بتدعم من شكل يلطيب بس واحد بيرسع التاني يعني المضمون والشكل بيرسعوا بعضهم بيساعدوا طبعي تلا أستغل أنا أناقة وربما أنه كيف بتتزبطي حالك يعني ووصل للفكرة طالما الجميل هو باب كمان أكيد الشكل هو باب صح الناس أنه الشكل الناس بتحبوا أوقات فبترجع بتخديره للفكرة تبعيتك بتجرينيك يعني بدون ما يحس عرفته بتحتالي فلا أنه منحاول جميل هو عقل حال كلي خلينا نشوف بقصيدك نشوف لأنه خصوا الصور ايه بتصوري لنا هالقصيدة شو بدك من ذهان بديك ولا بديك خانات هي هو من ذهان منه نقول قصيدة بتقول إذا بدي لم يقلن رجال يوما يلا يلا وهنا بنرجع نقول أنه تحية لكل شاعر هو بيلقي قصيدته بيعرف يوصل الفكرة وماش بس بيكتب وبيلون وما بيعرف يقرأها مزبوط معيك أنا على فكرة بينهلين اللي قلتي مزبوط لا أؤمن بشاعر لا يعرف كيف يلقي قصيدته إذا هذي قصيدته يعني فاللي يعني جد مأكد أنه كتب قصيدته يتعلم فن الإلقاء رحقول قصيدة اسم عين ثالثة لأنا ما طلعت معايا هذي رح أطول كتير بقول كان عندي يدان كان عندي يدان واحدة أحزمها كذب العناقات وواحدة كسرتها ريح الوداع كان عندي قدمان واحدة شلتها الخطوات السريعة والأخرى تاهت في الطريق بين الانتظار والهروب كان عندي عينان مثمرتان قطفهما العابرون في القصائد الحزينة وعين ثالثة فقأها سهم يلاحق الضوء كان عندي رأس فيه أفكار غريبة وفيه خيال يصنع الحلوى نهارا وفي الليل يعمل في ملها ليلي وفيه شرود يجبه الواقف أمام مرآته قطعت رأسي مقصلة الحقيقة كان عندي قلب يجبه سلة خبز يجبه مظلة يجبه حقل تراب قدمته طبقا لمائدة الحب الكبير الوهم الكبير كنت أنا كنت هنا كنت هناك لم أعد اختفيت صرت مطرقة في مزاد علني جدارا يشغر بالوحدة وعليه معلقة كل لوحات العالم حالو هيدا السبع اللي بخليك تكتب لو كان وتروحي إلى الطفولة لتنقذي هاي أنقصتيني على فكرة لو كان لو كان ليه رحت من الشعر للقصص الأطفال ففجأة صرت أطفال ليش فقت الصبح يا بلعوش لقيت عندي ثلاثة ولد منين إجوا هالوليد الكون كنتون عنها كيف إجوا هالوليد تعدت أن الجارة حطتهم عندي وبعد ساعة راجعة تاخدهم بعد للا ما أخدتهم أوكي كانت مسحة بس فيها شي من الحقيقة فيها شي من الحقيقة أن الشعر بده غزلة بده مزيش منذيك أنا أقول شعر يجب أن لا تتزوج ولا تنجم خطيرة أوكي هلأ لو يقع بالخطيقة وتزوج وأنجب شو بده يعامل بده بمرحل مراحل حياته لايربي ويلفي سانو وشزعتها روزيت وليسير وعمل خطأ قبل ما تجو وعمل رزب حليم وعمل رزب حليم أنا أبل ما يخضرنا الوقت اللي عم قوله أنه رحت من من عالم الكتابة العزلة والخي إلى عالم الأطفال اللي حتى تضل اكتب ولكن هادف بليز افتحي لي لو كان لو كان هي قصة الأخيرة اللي صدرت عن دار كلمات تحيي إلى دار كلمات بالشارقة واللي هو إلى سيد رئيسته يعني مديرته أو صاحبته بدور القاسمي هي بنته لحاكم الشارقة تحيي إلها هذه لو كان للمشاعر المشاعر الإيجابية والسلبية شكل ورائحة كيف سيكون شكلها وكيف ستكون رائحتها مثلا لو كان للحب شكل سيكونوا على شكل الوطن ولو كان له رائحة ستفوح منه رائحة ترابة رسمتها رسامي إيطالية بعد ما تعرفت عليها اسمها فرانشيسكا دالاروتو إذا بديك وهي دي رسامة بتلزم لبرانز على فكرة بإيطاليا لكي من الرسم ما بتصدقه رسم وعم توصل إلى فكر الأطفال اللي نحن بنفتكره منه واعي وهو بيكون أوعى قد ما بتتصور من أي إنسان تزرع بهيدا معلومات كتير بيستفيدوا مننا بالحياة إنه الكذب إلو رائحة بشعة وشكل بشعة والصدق إلو رائحة رائحة حلوة البشعة ما فيك تحطيه ببيرفيوم ما بيروح لأنه هاي دي جواتنا وشاعر ما إنه جسدي يعني الولد ما بقى يقبط جد لا ليلة والذقب ولا هالجي أبدا بتحكى ليلة لوركا لحنروح نحن ولادنا على معرض الكتاب ياريت وضعيكة وبدأ كل مشاهدينا اللي بحب الشعر اللي بحب بيروح مطرح يعني فيه طاقة نوعية شيء اللي معنا ويروح معرض الكتاب اللي هو أصلا فتتح ببيروت بالواجهة البحرية اللي بنسميها بيال فتتح بثلاثة بثلاثة شهر ويخلص بـ 11 أنا توقيع بكرة ما قدروا يفوتوا بيحكمون كتير عجقة رح يكون بكرة توقيع السبت لهو بعشرة شهر من الخمسة بعد الظهر للثمين المساء بيدار مطبوعات للتوزيع والنشر رح هوقع أكيد هايدي ما هنوقع لأنه بيشارقة رح نوقع ذهان أنا وماجدة نصر الدين كل حدا بحب الشعر الحلو كل حدا بحب يجزدر بالمعرض جيب لأوليده أصاص فيه يزور المعرض عن جد مك وخلص أصلا بعد فيه يومين فما كان كتير حكلة قد وقت كتير حلو وقيمي ونوعي بدعيكم تشاركونا هذه الفرحة لاركا شكرا لإليك شكرا لكم كما أنتك هون ودعي مشاهدينك واختمي للفقرة بدي أدعيهم بالمشاهدين برجع للتوقيع بدي أقول أنه خلينا نضيع وقتنا بشي كتير مفيد ما نقتل الوقت نحن نقول ما نقتل الوقت ما بدنا نقتل الوقت لا بدنا نستفيد منه ونستغله ونزيد معارف على راسنا لحتى عن جد نكبر أكتر وننضج أكتر اشتركوا في القناة